اشتركوا في القناة جاء الى مصر بعد فترة ترحال بين المغرب ومكة والعراق واستقر بمدينة طنطا بعد ان رأى في منامه هاتفا يقول له قم يا همام وسر الى طنطا اقام البدوي فوق سطح دار تاجر يسمى بركن الدين لذلك اطلق عليه السطوحي من القابه البدوي وشيخ العرب والملثم لانه كان يشبه اهل البادية في ملازمة تغطية وجهه بلثامين صيفا وشتاء كان هدف البدوي من اقامته في طنطا نشر الدين الاسلامي فارشد المريدين ورباهم الى ان تصفوا نفوسهم فيرسلهم الى بلاد يعرف انها تحتاج الى الدعوة داخل مصر وخارجها توفي احمد البدوي يوم الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الاول عام ستمائة وخمسة وسبعين هجريا في الرابع والعشرين من اغسطس عام الف ومائتين وستة وسبعين ميلاديا بمدينة طنطا عن عمر نهز تسعة وسبعين عاما وخلفه من بعده تلميذه عبد العال وبنى مسجده وكان في البداية على شكل خلوة كبيرة بجوار القبر ثم تحولت الى زاوية للمريدين ثم شيد له علي بيك الكبير مسجده الحالي في مدينة طنطا في فترة حكمه لمصر وشهد المسجد والمنطقة المحيطة به العديد من التبديدات كان اخرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام الفين واثنين وعشرين وفي شهر اكتوبر من كل عام تحتفل الطرق الصوفية بذكرى مولد العارف بالله السيد احمد البدوي ويمتنئ المسجد والساحة المحيطة به بالمريدين اشتركوا في القناة